حياكم الله أيها الأفاضل وصلنا وإياكم إلى مشترك من كربلاء المقدسة منها سيد محمد الحسيني الاسم السيد محمد الحسيني من سكنة كربلاء المقدسة ومن العمر 23 سنة الرواديد التي نتأثر بهم هم المدرسة العظمى الحاج باسم الكربلاء الله يحفظه ويطول بعمره كذلك من التراث المرحوم الأستاذ الكبير أبو أحمد حمزة زغير وملة وطن وعسير الروميثي والرواديد الأخرى الكبار التي نتأثر بهم كونهم مدرسة لأننا وأساتذة لأننا نتعلم من عدهم الألحان نتعلم من عدهم الإخلاص نتعلم من عدهم طريقة القراءة في خدمة الإمام الحسين عليه السلام وأتمنى وأعتقد هذه أمنية كل رادود وكل خادم للحسين أن نقرأ في البقيع الغرقد إن شاء الله النور والإمان بقلب ما تصلى على محمد وآلي محمد اللهم صلى على محمد وآلي محمد أريد بك بضريحك أريد بك بضريحك حتى أرتاق أشحلات الدمع يمك يجللهم الله حسين خلال صبر وجيء يتشكي لك الحال يا الله عبد الله خلال صبر وجيء يتشكي لك الحال مظلوم وجيء تشكي لك المظلوم منا نحرم من صحنك يا مولاي مولاي جن من الهوى والماء محروم يوم الماء شوفين حظرتك هاي مصيبة دهر كامل جنموا يوم قفل أخرس وضاعب وسط عميان قفل أخرس وضاعب وسط عميان ياهو الأشتكيلة عيهو محروم ما تعرف ترى بقلوبنا الناس اشكبرها حسرة من حسين محروم صلى على محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد المستهل كل العناصر عنها اجتم عنه صلا قصر ظل مستحي حتى السهم والرمح كل خطوة يعثر هذا المستهل يحفظ كل حسين دنيا وآخرة صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد اللهم صلى على محمد اللهم صلى على محمد اللهم صلى على محمد محمد وآل محمد كاخوة يعثر كاخوة تعثم من صلى خجلالي السهم من صلىخجلالي السهم لما نعجعك بصدرك واني ما كانت جريح بس نيتيش معطره لو قتل اريد والله يريد كل شي ترى تحت امرك نيتيسلم عالخيات لما انطلع من ظهري ويصلي جانب ميستحق وعليك يقرى الفاتحة ويصلي جانب ميستحق وعليك يقرى الفاتحة شوفه بصلاة ميطمئين ويدر امتحانك بالصبور صلى على محمد وعلي محمد قصيدة للشاعر علي فيصل لقريط الكربلان احسنتم سيدنا ابياتنا ان شاء الله بارك الله فيكم سيدنا الله يبارك فيكم حياكم الله نعم استاذ ثامر تفضله الشاعر ذكرته ورا ما خلصت الشاعر من الشاعر قصيدة اللطوم له منظومة النصاري اللي اديت بها الشاعر ما للقصيدة اللطوم والنصاري اللي اديت النصاري الى احد خدام الحسين لم يستكثر الشاعر قلت لى احد خدام الحسين ايه لا قلت هاي واحدة اثنين اعتاد الاداء بالردة الحسينية ان يؤدوني الناعي بأبوذية ماكو مشكلة تؤدي مقطوعة نصاري بس الفارق وين الفارق اداء النعي بالأبوذية قالب تختم بالختمة المعتادة معناها انه انت من تختار مقطوعة مثل مقطوعتك بالنصاري المفروض ان تكون المساحة اكثر انفتاحا واكثر تعبير تمام لولا خارج القلب من خارج القلب يجب ان امكانات صوتك كلها تظهر ممكن الابوذية تقيد اداءك بس هذا الاداء ما يقيد بممكن قريته اربعة او خمسة بيات بس قريتهن بمسار نغمي واحد تمام لولا ملا محمد مو سيدة محمد نعم سيدة محمد محمد الحسين فطالما انت تقرأ يا ابني مقطوعة مفتوحة مقطوعة النصاري مفتوحة على كل الاحتمالات ما بها قيد السلوزن نفس الوزن والابوذية صحيح ولكن هذا صدره عجز ولا اكو عندك جناس ولا اكو اصلا مرتاح والمقطوعة جميلة انا تقول لي احد خدمة الحسين صحيح لكن لا تخرج انت الكاتب لا احد خدام الحسين لا احد خدام الحسين لا احد خدام الحسين انت كاتب لا اسم لا شاعر احد الشعراء بس ادري احد الشعراء بعرفها يعني لم تعرف راح من بال راح من بال اسم موفق الشعر شكرا لنعم سيدنا ابو عباس مثل ما اتفضل استاذنا الكبير ابو محمد اي سيد النصارية كانت جميلة وانا استشفيت من خلال النصارية لان طبيعة الشعر واعتقد الاستاذ الكبير اتفقوياي طبيعة الشعر انعكاس انعكاس ما في داخل قلب الشاعر او في داخل قلب الرادوت نعم انعكاس انا استشفيت من النصاري كأنما اكو فضع واقب يعني وإلا الامام الحسين مفتوح ابوابه لكل الزائرين ولكل من يجي يشتكي عندي الحسين ويبتي وكذا بس اكو ممنوعات هاي الممنوعات انا ما ادري بعد ما تخلي بتفاصيل نص القصيدة بالنص عفوا سيدنا القصيدة ايضا جميلة وموفق ان شاء الله شكرا لكم سيدنا احسنتم نعم دكتور مخلص شكرا لكم السيدة محمد صوته جميل وراكز في الطبقة الوسطى بالمقدمة شخصيته المنبرية والتمثيرية كانت جيدة عنده وقفة مستقيمة اكتاف جالسين مما يؤثر على زبزبات الصوت بطريقة جميلة الطبقة الصوتية الوسطى لينة ومسيطر عليها من قبله الأداء الصدري من جهة الصدر الوضعية الصدرية جيدة وتعطيه هذا الركوز بهالصوت كان بالإمكان أن يعطي أكثر من هك قادر لأنه نحنا بصراحة لم نرى بكل الأداء لم نرى النبرات العراقية الأحسيس العراقية كان ناقصك هاللمح العراقية التي نرى مع كل الأخوان الله يتقبل منك إن شاء الله نعم أستاذ يحي الصحاف شكراً سيدنا العزيز وشكراً لمحمد الحسيني على حضوره وعلى أدائه يعني لا شك محمد صوت جميل وصوت مرن وصوت مزخرف وعند انسيابية بالأداء ما شاء الله عليه أشوف المقدمة اللي قراها الصولة كانت جميلة ومسيطر عليها ظهر متمر على هذا الأداء وهذا الأسلوب ولذلك أداها بأريحية تامة وكان جميل في أداء إلها القصيدة أيضاً كان متمكن من عدها ولكن كانت تحتاج إلى مهارات أكثر إبداع أكثر ما بها مشكلة مرتكزة متزن الجمل بديت صح وانتقلت للأبيات صح وسلمت صح ولكن مهارة إبداع هذا تدري مسابقة تبين بها إمكانياتك إبداعاتك أكثر يعني هذا كان شيء اللي يفتقر إلها ما شاء الله عليك وأحسنت كثيراً حبيباً شكراً جزيلاً لكم شكراً لك سيدنا الله يبارك فيكم إياكم الله حيا الله سيد أحسنتم كان إحساس غريب صراعاً لأنه كانت النجوم لامعة في سماء خدمة الإمام الحسين الملة جليل الله يحفظه يطلب عمره الرادود أبو بشير النجفي وملة علي باشا وكل رواديد الإمام الحسين الأساتذة كانوا موجودين فنسترحن فيهم هؤلاء اللي يعطونا فالدافع روحي ومعنوي من نقف أمامها كذا خدام اشتركوا في القناة نهاية الدرس اشتركوا في القناة شكرا